نجي بقى للتعليق بالتهجيس معلق المباراة هو وصف للحدث اللي قدامه لما يدخل بجانب معلوماتي كل أسادة التعليق الرياضي اعتادوا في مدرسهم على أن كل واحد له مدرسة يقدر يوظف المعلومة حتى لو معلومة تاريخية في السياق الفني اللي شغال حلوة وبتضيف لكن ميطلع معلق لمباراة للزمالك في بطولة أفريقيا وإحنا ردينا هنا ولما ردينا ردينا بمنطق وقلت أنا أنت من حقك وانت بتعلق لمباراة للزمالك تعلي الزمالك إلى أعلى درجة أنت شايفها ده حق طبيعي ونهج فني مفهوم يعني بتعلق للأهلي حتقول كل ما يسعد جمهور الأهلي لأنه طبيعة المتلقي هنا جمهور الأهلي فلابد أن أنت تديه له ما يروق ليه متلقي بتاعك في مباراة للزمالك وجمهور الزمالك من حقك أن أنت تسعده وتقوله كل ما من شأنه فعلا يشعره بالبهجة لفرقته ده مطلوب لكن لما يمث الأمر الحقائق أبقى أعرف أنه إحنا بنرتكب فن التلقيح مش التعليق لما يتقل أصر الزمالك هو أنادي القرن الحقيقي وأنا هنا عايز أقول حاجة هذه المباراة في دورة أبطال أفريقيا فإحنا ما عندناش حقوق نقدر نعيد بس بعض اللقطات اللي تقل إيه فيطلع معلق المباراة لغاية مباراة يقولك أنا قلت علشان قلت أنه جنش أحسن جن في مصر دلوقتي بيحاربوني في ملك وكتابة وهذا برضو فن التلبيس لأنه إحنا اعترضنا على أنه جنش أحسن حارس في مصر دلوقتي اعترضنا على أنه جنش له كفاقته اعترضنا على أنه جنش وصل لمستوى يفيد جدا منتخب مصر فيتقال اسأله أحمد ناجي هو اللي قال أحسن أحسن حارس دلوقتي هم كل اعترض ملك وكتابة لا أنا سألها كنت أسألها كنت طبعا نقول لكم وقتها إحنا هنا في ملك وكتابة قلنا إيه على جنش عشان تشوفوا براعة فن التلبيس قال لكابتن أحمد الطيب يعني متخيلين لما أنت عايز تقول جنش حارس كويس برافو أنا رأيي أنه حارس في أعلم كويس حارس كويس جدا يعني أنت قلت كويس وانت حارس كويس جدا وأنت أكدت جدا وما اعترضناش اعترضنا على أنه يتقال ما هو طول عمره حراس مرمى الزمالك هم أحسن وجوان في منتخب مصر لما يتقال في تاريخ أنت كده سلبت حقوق وحقائق تاريخية فكان الرد بالمنطق أنت ندر السيد فما سيحن مش هنزاي في تاريخ لما يتقال الزمالك هو الوحيد اللي خد لقب أحسن نادي في العالم في شهر كذا طيب لما نقولك أنه الأهلي خد هذا اللقب مرتين بل أنه أخد الأكثر تتويجا في العالم بالبطولات القرية في التسعتاشر بطولة اللي كان واخدها على مستوى العالم دي حقائق لما يتقال السناد الزمالك هو صاحب الرصيد الأعلى في بطولات الصلاة فإحنا نرد ببطولة بطولة من غير ما ننقص شأن الزمالك أو نبخص حقه أنا بجيب حق الأهلي أنا بقول لما أنت تقولي أنا الأول الوحيد في المدرسة أجي أقولك لا في واحد طلع الأول قبل منك إنت آه طلعت الأول برافو بس في حد واخد نمر أحسن منك أنا ما بقولش أنه التاني ده سقط بس بقول لا في واحد كمان فما تقوليش ده الوحيد أنت لما تيجي تقولي زمالك هو البطل الوحيد في ألعاب الصلاة أقولك لا في بطل آخر عرق وتعب وخد بطولات لما تيجي تقول ده نادي القرن الحقيقة أقولك لا أنت مسموح لك تقول وجهة نظرك بس ليس مسموح لك تتجن على الحقائق التاريخية لأنه ده صادر به قرار من الاتحاد الأفريقي وفقا لمعايير منضبطة جدا تم الإعلان عنها قبل نهاية القرن بست سنين بمعايير واضحة وثابتة عايزين تقوله زمالك أحسن حاجة في الدنيا أقولها من حقك لكن لما يبقى فيه حد يخذ لقب هتنزعه منه زي بالضبط إلا بحكم محكمة إلا بحكم محكمة محدش أراضي يروح للمحكمة لما إحنا قلنا كل هذه الحقائق يطلع لا أصر مالك وكتابه زعله علشان أنا قلت جنش لا يا سيدي إحنا اللي قلنا جنش وإحنا اللي بنحيي كل لاعب يفيد المنتخبات الوطنية بكل أريحية و بكل روح رياضية إحنا هنجبه إزاي يعني فأرجوكو حسبونا على اللي احنا بنقوله لأن احنا لا هنهبط بمستوى الحوار ولا هنوصل لمرحلة للتلقيح ده بمناسبة بس نزع فتير الاحتقال صحيح قد اللحظة التاريخية بتاعت الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله وهو بيتوج في جوهانسبيرج بلقب نادي القرن فحنا بنقول الحقائق التاريخية حفاظا على حقوق حقيقية وطبيعية للنادي ثابتة شي مشرف جدا أنه يبقى في مصر الأهل نادي القرن والزمالك التاني شي رائع جدا للكرى المصرية وللرياضة في مصر لكنه القمة سطحها ده قولناه كتير مش مدبب القاعدة التاسع أن الكل ينجح ليه عايز تزيح حد عشان تقعد لا الكل من حقه ينجح والكل من حقه يسعى للنجاح لكن هل في سعيه للنجاح مسموح أن أنا أزرع كل هذه الأشواك قدام فريق مصري هيلعب ببراهم جمع جدا دي أغرب حاجة أه أنت بتلعب في البطولة دي لك بطولتك بتلعب برا في نفس اللحظة بتتكلم علي أنا حاجة عجيبة جدا يعني